اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة ويرفض سيس الاستمار مع نادي باشكتاستركي في الموسم المقبل حيث ما زال مصيرا عن الرحيل بعد توصلي بالعديد المرود لعل أبرزها من نادي مارسي الفرنسي ويرفض شينو الغنيش مدرب نادي باشكتاستركي التفريط في غانم رومانسيس عميل الوسود ورحيله عن الفريق في الفترة الانتقال الصيفية الحالية وقال سنيو الغنيش في ندوة الصحفية يوم الاثنين الماضي غانم سيس لاعب متوازن في تشكيلة الفريق ومن بين أفضل لاعبين إنه ليس لإعجاب يجب التخلي عنها ما زال عقده مع النادي مستمرا مع النادي لمدة سنة كاملة لقد أخبرت الإدارة بإحاجتي إلى اللاعب في الموسم المقبل يتصدر الدولي المغربي صفياً أم رابط قائمة اللاعبين المرشحين لتعويض رحيل المحتمل للبرازيلي فابينيو إنريكي عن ليفربول هذا الصيف صوباً للإتحاد السعودي وأكدت الصحيفة دي أتليسيكو البريطانية أن ليفربول يدعو صفياً أم رابط متوسط نادي ميدان فيورونتير الإيطالي ضمن قائمة خياراته لتعويض رحيل المحتمل للعيبه فابينيو نحو الدولي الرشن السعودية وأشارت المصادر ذاتها إلى قرب إبرام صفقة انتقال متوسط الميدان لليفربول فابينيو إلى ندي اتحاد السعودي مقابل 47 مليون يورو خلال مركات الصيف الحالي هذا هو أبرز صحيفة أن ريز قد شعر في البحث عن بودلاء لتعزيز الفريق قبل انطلاق الموسم الرياضي جديد خصوصاً على متوسط الميدان بعد رحيل أكسيلي تشامبرلين نابي كيتا وجيمس ميلير ويشار إلى أن صفر الأمر لا يزال مرتبطاً بهذا معانده فيورونتين الإيطالي إلى غاية نهاية يونيو 2024 مع خيار تمديد لموسم إضافية كشفت تقارير الصحفي الإنجليزية اليوم السبت أن الدولي المغربي أشرف حكيمي قرر الاندمام إلى صفوف نديمونشي السرشيسي الإنجليزي خلال فترة الانتقال الصيفية الحالية ووفق للمصادر الإنجليزية فإن أشرف حكيمي سيكون بديل كالوولكر الذي انتم في الميركات الحالي إلى بير منخ الألمانية وأشارت المصادر ذاتها إلى أن بيبورديولا يفضل الحصول على خدمات النجم المغربي أشرف حكيمي على حساب بفوردا لقدرات الدول المغربي على تقديم المساندة الهجومية أكثر من نظيره الفرنسي وشدد مصدر ذاته على أن إدارة سيتي على استعداد تام لدفع مبلغ 70 مليون يورو لنادي بايسان جرمان لاتفر بخدمات النجم المنتخب المغربي هذا الصيف وأشارت تقاريص صحفية الفرنسية في وقت سابق إلى أن النادي بايسي لن يقف في طريق النجم المغربي حكيمي إذ أراد اللاعب المغربي الرحيل هذا الصيف إلى وجه جديد ويذكر أن النجم المغربي انضم إلى صفوف نادي بايسان جرمان في صيف 2021 قادما من إنترميل الإيطالي مقابل 60 مليون يورو استحرض الحساب الرسمي لمصابقة دوري الدرجة الأولى فرنسي تصريحات امتدح فيها الإسباني لويس إنريكي مدار بايسان جرمان قدرات ومؤهلات الدول المغربي ياسين بونو حيث مرمى إشبري الإسبانية وجاء في تصريح الذي أدل به إنريكي بعد مباراة المغرب وإسبانيا في ثم النهائي كأس العالم قدر 2022 ياسين بونو جيد للغاية في ركالات الجزاء وكذلك بالكرة إنه حيث مرمى مؤمن وموثوق به بين الخشب الثلاثة ويأتي إعادة نشر هذا التصريح في دل ارتباط بونو بإمكانية توقيع في كشفات الفريق الباريسي خلال المركات الصيف الحالي حسب ما تورد وسائل الإعلام الأوروبية وكان بونو قد تألق في ركالات ترجح التي أقصت المنتخب الإسباني رفقة إنريكي من ثم النهائي كأس العالم حيث تصدر العديد منها وهو ما أدى إلى مغادرة المدرب الإسباني المهتمين في الإشراف على الأرخاء ويوشار إلى أن الدولي المغربي البالغ من عام الثاني والثلاثون سنة لازال مرتبطا مع إيشبيريا بعقد يمتد لصيف سنة الف وخمسة وعشون بينما تبلغ قيمته التسويقية في بورصة اللاعبين 12 مليون يورو حسب موقع ترانشفير مالكش المختص في الإحصائية اللاعبين قرر اللاعب الدولي المغربي عبد السمد الزازولي لعب برشلون قطع إيجازته قبل أيام من بدأ الإعدادات التحذيرية لنادي برشلون استعداد لموسم جديد وقال صحيفة موضو بورتيفو الإسبانية إن الزازولي ما زال أمامه أسبوعا للعودة إلى التدريبات لكنه قرر قطع إيجازته والإندمام لبرشلون قبل انطلاق فترة الإعداد بداية من الاثنين المقبلة أساسية في برشلون في الموسم المقبل وأضاف التقارير أن الزازولي من لعبين المفضلين لتشافير نديز المدير الفني لبرشلون ولكن تبقى مشاكل لعب أن فيران توريس وأنصفاتي لا يريدان الرحيل هذا الصيف وهو ما يضعف من فرص الزازولي مع البرسا ونجح الزازولي في تتويج رفقة المنتخب بلاده بكس أمم إفريقيا تحت التالية والعشرون عامنا على حساب المنتخب المصري شكرا على فصل المشاهدة لا تنسوا الاشتراك وتفعيل الجرس ليصلكم كل جديد أخبار المغربية ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر